اشتركوا في القناة وفي وقت سابق انطلق مؤسمر الاستثناء العدلة والتنمية لانتخاب خيادة جديدة بعد استقالة امانته العامة برئاسة سعدين العثماني ورفض المؤتمرون مقترح الامانة العامة قاضي بتأجيل مؤسمر العادي مندة سنة فقط وصوت 9 أو 1 من المؤتمرين ضد مقترح مقابلة 374 صوتا لصالحه وهما فتح الباب أمام عودته إلى قيادة البيتجي من جديد وفي 24 أكتور جديد اعتبرها بن كيران في بيان له أنه غير معني بتشريحه لقيادة الحزب في مؤتمره الوطني الاستثنائي في حال مصادقة على تحديد أجل سنة لعقد مؤتمره الوطني العادي الذي كان مقررا في ديسمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 موسيقى